بقي كرسي أستاذ مجلس النواب فارغاً فعدد الحاضرين لم يكتمل لافتتاح جلسة انتخاب رئيس للجمهورية ولكن قبل ذلك كان هناك حرص لدى النواب على تأكيد تسجيل أسمائهم لدى الأستاذ ميشيل الذي بدك الناظري يسجل أسماء الحاضرين على الرغم من علمهم المسبق اللانصابة في الجلسة السابعة للانتخاب بيدي هون ما رأي اسبي ولا ما رأي اسبي مالهو 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 عقرية بالمالهو مالهو عقلت مصداد شوه مصداد شوه أكد النواب 63 حضورهم ثم انصرفوا وأطلقوا مواقفهم الخارج عن سياق المناسبة فمنها من رد على كلام العماد ميشيل عون ونحن معتبرين أنه أمن الرئيس الحريري مرتبط بموضوع إقليمي وموضوع محلي معقد أكتر بكتير من قدرة دولة الرئيس ميشيل عون ومنها من حول المجلس إلى منبر لإطلاق مواقفه بخصوص السلسلة الرتب والرواتب علينا أن نبحث بالواردات المطلوبة هذه الواردات ما تكون على حساب الاقتصاد بشكل عام لأنه حتى الواردات الأقرناها اليوم ليس من الضروري أنه تجبأ خلال هذا العام ونحن بيكون لدينا مواجبات تندفع بهذا العام غابت وجوه رؤساء الكتل وحضر تلك المعنية مباشرة بموضوع السلسلة فعقد غير اجتماع بداية بين الرئيس بر والرئيس تمام سلام ثم اجتماع ضم الرئيسين إلى جانب وزيري المال علي حسن خليل والتربية ليسبو صعب والنواب بهي الحريري وجوارج عدوان وابراهيم كنعان وجمال الجراح أفضى إلى لا اتفاق حتى ساعة يعني بكرة ما فيه إقرار السلسلة؟ وضح نقطة أساسية بأننا نحن ملتزمون بإقرار سلسلة ولكن على أساس أن يتم أن يكون فيها العدالة بين الأسلاك وأن يتم فيها أيضا خفض مجموع الإنفاق وأن يكون فيها الواردات التي تؤمن التوازن بما يجعل جميع الفرقاء المعنيين وجميع اللبنانيين مرتاحين لإقرار السلسلة نحن بعتقد اليوم تقدمنا كتير لموضوع الأرقام اللي صار عليها النقاش إن كان بالواردات أو إن كان بالنفاقات ربنا كتير إلى من التوازن لتأمن برأينا في وزهات نظر رئيس سانيورا بده يستكمل نقاشه على مستوى فريق 14 أزار وهذا شيء طبيعي نتمنى أنه بكرة كل الكتل بكون موجودة بالجلسة لحتى نقر السلسلة الزبدة اللي ظهرنا فيها هلأ هي عرض موجود هذا اللي جاي نطرين جواب عليه بيشمل الست درجات وزيادة العسكر والحفاظ على الحقوق للإداريين نحن موضوع ثلاث درجات مش مشين فيه وإكتر من هيك إذا عندي إيرادات للست درجات ليش بدي أعطي ثلاث درجات موضوع الخلاف طبع التوازن بين الإيرادات والإنفاق ما بقى خلاف ما بقى في خلاف عليه نحن بانتظار جواب نهائي وإن شاء الله يكون هذا الجواب إيجابي حتى نقدر بكرة يكون عندنا جلسة شو أخبار رئيس الجمهورية؟ هلأ عم نحكي عن السلسلة نحن هلأ هذا موضوعنا طرى موضوع انتخاب رئيس للجمهورية ولم يحط موضوع سلسلة الرتب والرواتب بشكله النهائي وموعد العشرة والنصف من صباح الخميس كفيل بتبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود تصريح ومواقف واجتماعات محورها سلسلة الرتب والرواتب ولكن للتفكير فقط هي جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية ولكن بين السلسلة والرئيس ضاعت الأولويات في بلد العجائب رشال كرم قناة الجديد